الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيرا جديدا ويؤكد الحرص على تعزيز أطر العلاقات الثنائية والتنصيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اتفاقياتين لإنتاج الهيدروجين باقتصادية قناة سويس الرئيس الروسي يعلن توقيعه مرسوما بشأن تجارة الغاز مع الدول غير الصديقة السادس مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت درانيج ناشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيرا جديدا هذا وقد رحب رئيس السيسي بسفر الجدود وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة مؤكدا حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات السنائية مع دولهم في المجالات كافة واستمرار التواصل والتنصيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك تسلم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباحا أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيرا جديدا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بالسادة السفراء الجدود وتمنى لهم التوفيق في مهامهم بالقاهرة مؤكدا سيادته حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية مع دولهم في المجالات كافة واستمرار التواصل والتنصيق إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك حرص الشعب سلام الجمهورية الفرنسية سلام سلام عرص الشعب جدفا سلام سلام الجمهورية الفرنسية سلام جمهورية أرمينيا سلام جمهورية إيطالية ساعدة سفيرة الاتحاد السويسري ساعدة سفير جمهورية أوزباكستان ساعدة سفير اليابان ساعدة سفير منغوليا ساعدة سفير الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية ساعدة ساعدة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة ساعدة سفير جمهورية ملطة ساعدة سفيرة جمهورية النيجر ساعدة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة سعادة سفير جمهورية صربيا سعادة سفير جمهورية مالي سعادة سفير جمهورية سيراليون سعادة سفيرة الجمهورية السلوفاكية سعادة سفير جمهورية السنغال سعادة سفير جمهورية فيتنام الاشتراقية ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشراكة القائمة مع شركة إني الإيطالية البترول وما تنفذه من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية وأعرب رئيس السيسي خلال استقباله وفدا من الشركة برئاسة رئيس التنفيذي للشركة عن تطلعه لمواصلة الشركة لنشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من شركة إني الإيطالية للبترول برئاسة السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ثمن خلال اللقاء الشراكة القائمة مع شركة إني الإيطالية وما تنفذه الشركة من أنشطة متعددة في مصر وفقا لأعلى المعايير العالمية معربا سيادته عن تطلعه لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والتنقيب والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة وموجها سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها من جانبه أعرب رئيس شركة إني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مؤكدا على ما تمثله مصر من أحد أهم الأسواق لنشاط وعمل الشركة على مستوى العالم في ضوء الفرص الواعدة التي يتمتع بها قطاع الطاقة في مصر لسيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية بتطوير هذا القطاع الحيوي وقد استعرض السيد ديسكالزي تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر وذلك بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية المختلفة خاصة ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر وكذا تصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إتكو وضميات والتين تعملان بكامل كفاءتهما حاليا وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط وذلك في إطار رؤية مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة كما تم أيضا عرض إسهامات شركة إيني في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة ما يتعلق بإنتاج الهايدروجين الأخضر وذلك في ضوء استضافة مصر لقمة الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ أشهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالواتيرة المتسارع على زيادة حجم الاستثمارات النرويجية في مصر خلال الفترة الأخيرة لسيما في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر والإنتاج السماكي وخلال اجتماعه مع وزيرة خارجية النرويج بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أعرب مدبولي عن تطلعه لمزيد من الاستثمارات النرويجية ودعوة شركات جديدة للاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة في مصر وأكد مدبولي أن التوجه النرويجي الاستثماري القوي في مصر يلقى ترحيبا وتعاونا من جانب الحكومة المصرية والتزاما بتهيئة الظروف الكفيلة بنجاح وزيادة هذه الاستثمارات وذلك بهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في التعاون والشراكة بين الجانبين كما أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة حجم التعاون الاستثماري في ضوء الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه اليوم بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمار النرويجي للدول النامية هذا وقد شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على اتفاق إطاري بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمار النرويجي وشركة سكاتيك النرويجية وذلك للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيئة الأساسية القضراء في عدد من الدول الإفريقية يأتي هذا التعاون في إطار الروابط والعلاقات بين مصر والنرويج وإدراكا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ خاصة وأن مصر تستعد لاستضافة الدورة السابع والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 نوفمبر القادم وبموجب الاتفاق الإطاري يتطلع كل من صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمار النرويجي وشركة سكاتيكا النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك ويتضمن داقة التعاون التنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في بعض الدول الإفريقية كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية التطوير المشترك لمشروع إقامة وتشغيل منشأة الانتاج الخاصة بالهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقالة السويس بالإضافة لتوقيع اتفاقية الشروط الرئيسية لعقد شراء الهيدروجين بالمشروع وبمقتضى الاتفاقية الأولى ستتولى شركة سكاتيك النرويجية إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة تصل إلى 100 ميجاوات حيث سيتم توريدها لشركة مصرية مملوكة لشركة فيرتو جلوب العالمية الرائدة في مجال إنتاج الأمونيا والتي ستقوم باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة تكملية لإنتاج الأمونيا الخضراء وذلك بموجب عقد شراء طويل الأجل أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الفترة الماضية شهدت الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى مع الأشقاء في الدول في السعودية والإمارات وقطر وهو ما يصهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتوفير مزيد من فرص العمل وتوطين الصناعة والتكنولوجيا أشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لعدد من المشروعات الجارية تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية وكذا مقترحات التعاون في مشروعات أخرى جديدة سواء في قطاع البنية التحتية أو المشروعات التنموية التي تسهم في تحقيق التنمية وزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل وذلك في ضوء تدعية الأزمة الروسية الأوكرانية كما تبع رئيس الوزراء موقف حزم التمويل أو حزم التمويل المختلفة وكذا اتفاقات التمويل الميسر مع شركاء التنمية أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن هناك تكلفات من الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي يأتي إعدادها في إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص وسرعة إطلاقها وخلال اجتماعه مع وزير المالية وعدد من المسؤولين أشار مدبولي إلى أنه تم عرض أبرز ملامح هذه الوثيقة على مجلس الوزراء ومن المقرر إطلاقها قريبا كما أن هناك تكليفا آخر من الرئيس بدعم البرصة المصرية بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية ومن ثم فالحكومة تعمل على اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية خلال هذه الفترة من خلال وضع خريطة طريق لتحقيق هذه المستهدفات عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتمع لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ في إطار استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 والمقرر أن ينعقد في نوفمبر القادم أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة الترتيبات التي يتم إجراءها للإعداد لهذا المؤتمر الدولي الهام وفي مقدمتها سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ لفتاً إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الوزرات والجهات المعنية التي تقوم بأعمال التطوير للعمل على أن تصبح مدينة شرم الشيخ في أبهى صورة تنفيذاً لتكلفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ببثل الجهود للعمل على نجاح هذا المؤتمر الدولي الهام اهلا بكم من جديد إلى نشرة السادسة نظامت الكلية الفنية العسكرية المؤتمر العلمي الدولي الـ 11 في الفترة من الـ 29 وحتى الـ 31 من مارس الجاري وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس وأعرب مدير الكلية الفنية العسكرية عن تطلعه أن يثمر هذا المرتقى العلمي الهام وما يتضمنه من بحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب بإثراء العمل البحثي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة وتبادل الخبرات بين ممثل الهيئات المشاركين في المؤتمر من الدول المختلفة هذا ويشارك في المؤتمر عدد من الباحثين والأساتذة المتخصصين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية والجهات التصنيعية من عدد من الدول لعرض أحدث الأبحاث العلمية في المجالات الهندسية من خلال عقد عدد من الجلسات العلمية وورش العمل نظمت وزارة الدخلية مجموعة ورش عمل تدريبية تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة شارك فيها شباب الآلمين وصحفيين وطلاب الجامعات للتوية بمخاطر حروب الجيل الرابع وسبل مواجهتها استكمالاً لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عدداً من ورش العمل لشباب الإعلاميين والصحفيين وطلبت الجامعات لتنمية وعيهم بالمخاطر التي يواجهها الأمن القومي وكيفية التصدي لها بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين تأتي ورشة اليوم في هذا اللقاء مع الإعلاميين والصحفيين والكتاب لخوض حوار عميق وصريح وشفاف وجاد يتم فيه نقل عدد كبير من الخبرات ويتم فيه التشبيك مؤسسات المجتمع ويتم فيه الاستفاف الوطني بين أرباب القلم وأرباب الكلمة من الكتاب والصحفيين في دورهم المهم والرفيع في نشر الوعي وفي تحصين العقول ودارت النقاش حول ما هي سياسات الاقتصادية المطروحة في ضوء التحديات اللي بتواجهها الدولة المصرية ودور هذه سياسات في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية الحقيقة كنت سعيدة النهاردة وأنا موجودة في مركز البحوث بأكاديمية الشرطة وأنا وسط طلبة من جمعات مصرية مختلفة بيتكلموا ويسألوا على حاجات تخص الوطن بيتكلموا على الإعلام وتأثيره على الإعلام وصناعة الوعي على الإعلام والتغييب خلال هذه الدورات ألقيت ضوء على مخاطر حروب الجيل الرابع التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في بس الشائعات وتروجها والتشكيك في الإنجازات والثوابت الوطنية وقد أشهد المشاركون من الشباب بدور وزارة الداخلية التوعوي في مواجهة الأفكار الهدامة التي تحاول النيلة من أمن الوطن والذي لا يقل أهمية عن دورها الأمني في مواجهة الإرهاب والجريمة إضافة بالنسبة لي أن أنا أخذ حاجة في أكاديمية الشرطة ما كنتش أعرف أن الموضوع ده موجود في أكاديمية الشرطة ورشة بالتنظيم ده بالمحاضرين الموجودين ده قامات كبيرة بالدرس مواضيع كبيرة بيتم منقشتها معنا عدد كبير من السادة الإعلامين والصحفيين موجودين هنا في الورشة أعتقد أن هي حاجة وإضافة كبيرة من جانب أكاديمية الشرطة لنا كأعلامين أكتر حاجة أنا تحديداً أو شخصياً استفدت منها إيه هو حروب الجيل الرابع؟ إيه أليات الجيل الرابع؟ إيه أدوات الجيل الرابع؟ فعرفت دوري الإعلامي أن أنا إزاي أعرف أفرق ما بين الرسالة دي والرسالة دي من أهم المحاضرات اللي أنا حضرتها هي المحاضرات اللي بتتكلم عن الإرهاب ودور الجماعات الإرهابية على مدار الفترات اللي فاتت وإزاي الأجهزة الأمنية في مصر وجهت ده من خلال الدورة دي قدرنا نعرف إيها الحلقات المفقودة قدرنا نربط المعلمات ببعض أكثر وأعتقد أن ده إن شاء الله هنعكس على خطابنا الإعلامي الحقيقة الدورة دي مهمة جداً لمواجهة الشائعات تعلمت منها إزاي أقدر أفرق بين الشائعة والحقيقة فكرة جميلة جداً من وزارة الداخلية أنها تقدم متواجهة دي كده للشباب وخصوصاً الطلبة الجماعيين يعني لزيادة وعيهم وإدراك أكتر من جهود الدولة ودورهم في محاربة من الفساد والحرب الإلكترونية مبسوطة جداً بوجودي هنا وفخورة طبعاً بدأ ومبسوطة جميعاً بجمية المعلومات اللي أنا اكتسبتها وبشكر الحقيقة وزارة الداخلية على كمية المجهودات اللي بتعملها عشان تعمل على زيادة الوعي عقب انتهاء الدورات التدريبية قام المشاركون بزيارة لمرافق وكيانات أكاديمية الشرطة تعرف خلالها على عنشطتها التدريبية والتعليمية لإعداد الكوادر الأمنية عبدالله بركات التلفزيون المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 117 قضية تموينية بمضبطات تصل إلى 499 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 163 طن سلع غذائية مختلفة أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 211 طن سلع مدعمة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 33 طن سلع مختلفة و36.500 لتر مواد بترولية وحوالي 19.250 قطعة مستلزمات طبية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 28 طن أسمنت وقرابة 63 طن حديد تسليح قال وزير الخارجية سمح شكري أن الشركات النرويجية مهتمة بزيادة نشاطها في مصر نظرا لما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي أضف شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرات النرويجية أن مصر تتطلع لزيادة التعاون مع النرويج خاصة في إطار التقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتحليات المئة الشركات النرويجية مهتمة بالزيادة توجدها واستثمارتها في مصر تقديرا لما حققته مصر في إطار الإصلاح الاقتصادي ووجود عوائد مجزية لهذه الشركات ونستفيد من خبرتها ومن قدرتها ومن أداءها في دعم المجالات ذات الأهمية بالنسبة للمصر خاصة في إطار التقة الجديدة المتجددة التحليل المياه وأيضا التقات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر من جهتها قالت وزيرة خارجية النرويج جانيكين هوتويلتد إن المباحثات تطرقت إلى عدد من المواضيع منها مؤتمر كوب 27 المقرر أن تستضيفه مدينة شرم الشيخ هذا العام كما أكدت وزيرة خارجية النرويج تقدير بلادها لجهود الدولة المصرية بشأن الملف الفلسطيني الإسرائيلي تحدثت مع وزير الخارجية المصري وناقشنا عدة مواضيع منها مؤتمر كوب 27 وأيضا أمور اقتصادية أخرى وأيضا ناقشنا الموضوع الخاص بأوكرانيا والأمور خاصة بحقوق الإنسان اليوم وقعنا عدة اتفاقيات بين الحكومة المصرية والشركات النرويجية العاملة في مجال الطاقة المتقددة مملكة النرويج على الرغم أنها في شمال أوروبا فإنها تولي اهتماما كبيرة بهذه المنطقة من العالم أعلنت السلطات العرقية تفكيك خلية إرهابية مكونة من أربعة أفراد وفي بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية أفاد بيان الخلية بأنها كانت تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات داعش المتواجدة بمحافظتي ديالة وصلاح الدين إلى لبنان حيث استعرض الرئيس الوزراء اللبناني نجيم ميقاطي تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعيا للتوصل إلى اتفاق للتعاون المالي بين لبنان وصندوق جاء ذلك خلال استقباله بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان حاليا وتم خلال الاجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان وصندوق بشأن برنامج التعاون المالي على أمل التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال أسبوعين وقع رئيس روسيا فلاديمير بوتين على مرسوم بشأن تجارة الغاز مع الدول غير الصديقة موضحا أن موسكو ستوقف العقود الحالية لشراء الغاز الروسي في حال رفض الدفع بالروبل وأشار بوتين إلى أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى الدول غير الصديقة ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل مشددا على ضرورة فتح الدول الغربية حسابات بالروبل حتى تتمكن من شراء الغاز الروسي قال المستشار الألماني أوليف شولزا أن الدول الأوروبية ستواصل الدفع مقابل الغاز الروسي باليورو أو الدولار بموجب ما كتب من عقود وأوضح كذلك خلال مؤتمر صحفي مع ناظري نمساوية كارل نيهامر بأن العقود المكتوبة تتضمن وسداد مدفوعات الغاز الروسي باليورو وأحيانا بالدولار أضف المستشار الألماني أنه أوضح لبوتين أن الأمر سيبقى كذلك وأن الشركات ترغب في التمكن من الدفع باليورو وستفعل ذلك قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بأن بلاده لن تدفع لروسيا مقابل الغاز بالرابل وفي ذات الصياق قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك قال إن برلين لن تقبل ما أسماه بالابتزاز من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مدفوعات الغاز من جانبه أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن فرنسا وألمانيا تستعدان لاحتمال توقف روسيا عن تسليم الغاز أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبة جديدة على روسيا تستهدف قطع التكنولوجيا بما في ذلك أكبر شركة روسية لتصنيع أشباه المواصلات بهدف منع موسكو من الالتفاف على عقوبات سابقة وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تستهدف من عقوباتها الحالية 21 كيانا و13 فردا في حملتها على شبكات الالتفاف على العقوبات المفروضة على الكريملين وشركات التكنولوجيا وذلك على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطية يانس ستولدنبرغ قال إن روسيا تعزز وجودها في منطقة دونباس وتستعد لهجوم جديد على العاصمة كييف وأوضح كذلك أنه بالإمكان توقيع المزيد من الهجمات الروسية على أوكرانيا وأضف أن الأمر سيتسبب في زيادة المعنى للأوكرانيين مشيرا إلى قيم الجيش الروسية بعمليات أعادة تمركز نظامنا الدفاعية خلال ساعات من العدوان وخلال أيام قمنا بتحريك آلاف القوات للجانب الشرقي من حلفنا من كل ضفتي الأطلسي والتي تدعمها تغطية جوية قوية بإرسال رسالة قوية أن الناتو واقف متحد وقوي وفي 2021 المقران الجديدان للناتو أصبح فعالا طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي من بلجيكا المساعد بإرسال أسلحة وتسهيل انضمام كييف للاتحاد الأوروبي جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان البلجيكي وعشار زلنسكي إلى أن الألاف قتلوا في مدينة ماريوبول الأوكرانية مؤكدا على وجود كارثة إنسانية في ماريوبول أوكرانيا تستعد لخوض معارك جديدة ضد القوات الروسية شرقية البلاد هذا ما أعلنه الرئيس الأوكراني هولوديمير زلنسكي الذي أشار إلى أنه لا يصدق تعهدات موسكو بشأن تقليص عملياتها العسكرية في بلاده الرئيس الأوكراني أوضح في رسالته المصورة أن القوات الروسية تتعيد انتشارها لمهاجمة إقليم دونباس الواقع شرقي البلاد تصريحات زلنسكي جاءت رغم إعلان وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستلتزم اعتبارا من اليوم بوقف إطلاق النار في ماريوبول لكي تفسح المجال أمام إجلاء المدنيين من تلك المدينة المحاصرة على صعيد العمليات العسكرية تواصل القوات الروسية عملياتها في الشرق الأوكراني تواصل القوات الروسية عملياتها في الشرق الأوكراني حيث يتم التركيز على إقليم دونباس في الوقت الذي تشير فيه تقارير إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أصدرت تعليمات إلى قواتها بالحد بشكل جذري من النشاط العسكري في اتجاه العاصمة كييف وشيرنيهيف شمالية أوكرانيا على صعيد المفاوضات قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لم يتم التواصل إلى أي نتائج أو تقدم من أي نوع في التفاوض مع الجانب الأوكراني حتى الآن وهو نفس ما ذهب إليه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي قال إن باريس لا ترى تقدما في المفاوضات الروسية الأوكرانية ومن المنتظر أن تستانفى المفاوضات بين موسكو وكييف غدا ولكن عبر الإنترنت على أمل التواصل إلى مساحة اتفاق بين الجانبين يمكن من خلالها إعلان وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قال مسؤول عسكري أوكراني إن حشود القوات الروسية المتواجدة حول العاصمة كييف ليست بالقليل مضيفا أن القوات الروسية تغيرت من استراتيجيتها وتتجنب القتال المباشر معتمدة على الهجوم بعيد المدى يأتي ذلك فيما قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية إن معظم القوات الروسية التي كانت تسيطر على محطة شرنوبل النووية غدرت المحطة متجهة إلى حدوث بيلاروسيا ولم يتبقى سوى عدد قليل منها على أراضي المحطة المعطلة وأضفت الشركة أن القوات الروسية انسحبت أيضا من بلدتي سلافيتش القريبة حيث يسكن الأوكرانيون العاملون في تشيرنابل قالت المخابرات العسكرية البريطانية إن القصف والدربات الساروخية روسية مستمرة في تشيرنيهيف رغم من تصرحات روسية أشارت إلى تقليص للنشاط العسكري بالمنطقة وزعمت المخابرات العسكرية البريطانية أن القوات الروسية لا تزال متمسكة بمواقعها في شرق وغرب العاصمة كييف رغم انسحاب عدد محدود من الوحدات مضيفة أنه من المحتمل أن ينشب قتال عنيف في ضواحي المدينة خلال الأيام المقبلة كما أشارت الوزارة إلى أن القتال العنيف ما يزال مستمرا في ماريو بول وهي هدف رئيسي للقوات الروسية شدد وزير الخارجية الروسية سيرجي لفروف على أن أي انتشار عسكري للولايات المتحدة وحلف الأطلنطي في آسيا الوسطى أمر غير مقبول وفي خطاب ألقاه في جلسة مؤتمر الدول المجاورة لأفغانستان قال لفروف أن هذه الخطط تتناقض مع المصالح الأمنية لبلدان المنطقة وتتعارض مع الالتزامات المترتبة على الوسائق القانونية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قال عمدة مدينة خاركيا في الأوكرانية أن القوات الروسية دمرت 15% من المنازل السكنية في المدينة وأوضح أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 1292 منزلاً و76 مدرسة و54 حضانة و16 مستشفى و239 مبنى إدارياً مضيفاً أن خاركيف تتعرض لقصف يومي مستمر منذ بدء الهجوم الروسي وأن حوالي ثلث السكان المحليين غادروا المدينة أتباً أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني بأن القوات الروسية قتلت 148 طفل في أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في البلاد وأشارت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني إلى ارتفاع عدد الأطفال المصابين إلى 232 طفل وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات المتعلقة بالخسائر نظراً لصعوبة حسابها بدقة وذلك بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية قال متحدث باسم وزير الطاقة الأسترالي إن وكالة الطاقة الدولية دعت لعقد اجتماع وزري طارئ يوم الجمعة لمناقشة سوق النفط يأتي هذا فيما أوضحت متحدثة باسم وزيرة الطاقة النيوزلندية بأن دول الأعضاء في الوكالة ستكتمعوا لاتخاذ قرار بشأن سحب جماعي من مغزونات النفط موضحة أنه لم يتم أو يتقرر بعد حجم السحب الجماعي المحتمل السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها منظمة الصحة العالمية تكشف خطتها الاستراتيجية لإنهاء حالة الطوارئ العالمية كشفت منظمة الصحة العالمية عن خطة استراتيجية جديدة تحدد مساراً نحو إنهاء حالة الطوارئ العالمية الخاصة بفيروس كورونا وأقرت منظمة الصحة العالمية هدفين رئيسيين وهما الحد من الإصابات بعدو كورونا وتشخيص وعلاج حالات الإصابة بشكل فعال للحد من الوفيات وقالت المنظمة إن ذلك يمكن تحقيقه من خلال زيادة الإشراف والمراقبة وتحسين المساواة للقاحات العالمية وتعزيز أنظمة وإمدادات الرعاية الصحية فضلاً عن تحديد وتحديد البحوث وتحليل البيانات أعلنت وزارة الصحة اليونانية تعليق إلزام المواطنين الذين تزيد أهمرهم عن 60 عاماً بالحصول على تطعيم ضد فيروس كورونا وتعد تلك الخطوة أحدث تعديل تعلنه الوزارة على خلفية انخفاض حالات الدخول للمستشفى بين هذه الفئة التي كانت تسبب عيب أبءاً شديداً على النظام الصحي في اليونان وتدرس الوزارة طرقاً للتحفيز الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً على التطعيم حيث قررت أيضاً وقف الغرامات التي تم فرضها في وقت سابق لأن هذه الفئة العمرية كانت تنقل وتثقل كاهلة نظام الصحة اليونانية أكد النائب العام المستشار حمد الصوي أن مجال العمل بالقضاء الشرعي وقضاء الأسرة يتضمن جانباً إنسانياً كبيراً لما يكفله من إصلاح في كيان الأسرة جاء ذلك خلال لقاء للنائب العام بقادي قضاة دولة فلسطين محمود الهباش ووفد رفيع المستوى من القضاء بالمحكمة العليا الشرعية ودائرة التفتيش القضائي ومدير الدوان قادي القضاء النائب العام يستقبل قادي قضاة دولة فلسطين الشقيقة ووفداً رفيع المستوى من القضاء بها استقبل السيد المستشار حمد الصاوي نائب العام أمس الأربعاء الموافقة الثلاثين من شهر مارس الجاري ولفيف من قيادات النيابة العامة المصرية معالي الدكتور محمود الهياش قاضي قضاة دولة فلسطين الشقيقة ومستشار السيد الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية ورئيس مجلس القضاء الشرعي بفلسطين وكان في صحبة سيادته وفد رفيع المستوى من القضاة بالمحكمة العليا الشرعية ودائرة التفتيش القضائي ومدير ديوان قاضي القضاء وذلك بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة واستهل السيد المستشار النائب العام اللقاء بإعرابه عن سعادته بالوفد الكريم في بلدهم الثاني مصر متمنيا أن تحقق زيارته الغرض المرجوة منها في مجالات العمل المشتركة وأكد سيادته أن مجال العمل بالقضاء الشرعي وقضاء الأسرة يتضمن جانبا إنسانيا كبيرا لما يكفله من إصلاح في كيان الأسرة مؤكدا اهتمامه الشخصية بأعمال نيابات الأسرة في النيابة العامة المصرية ورفع إمكاناتها وتسهيل الخدمات التي تقدمها لجمهور المواطنين وذلك من خلال 68 مكتبا رقميا لتقديم خدمات نيابات الأسرة على مستوى الجمهورية انشئت خصوصا لتسهيل الإجراءات والخدمات على الأسرة المصرية عامة والمرأة خاصة لتجنب الزحام والمعاناة وتحقيق العدالة الناجزة فضلا عن توفير منافذ بتلك المكاتب لذوي الهمم حرصا من النيابة العامة على تسهيل تقديم خدماتها لهم ودمجهم التام بالمجتمع كما أشار سيادته إلى تشكيله لجنة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والنيابة العليا لشؤون الأسرة للنظر في اختصار الدورة المستندية لنيابات الأسرة تحقيقا لمزيد من تذليل وتسهيل الإجراءات للمواطنين كما أشار سيادته إلى توجيهه إدارة التفتيش القضائي والنيابة العليا لشؤون الأسرة باستقبال الوفد عقب اللقاء لشرح آلية العمل بهما وأقسامهما وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة في كافة مجالات عملهما فضلا عن توجيهه معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بعقد كافة الدورات التدريبية المشتركة بين أعضاء النيابة العامة المصرية بنيابات الأسرة والنيابة الشرقية بفلسطين مؤكدا عظيم سعادته بتشريف الوفد مكتب النائب العام المصري ووجوده في مصر وأن فلسطين ستظل دوما عزيزة في قلوب المصريين وقد أكد سيد المستشار النائب العام أن النيابة العامة المصرية ستوفر كافة سبل الدعم في شتى المجالات المشتركة للأشقاء الفلسطينيين وأن كافة أعضائها في عون أشقائهم الفلسطينيين قلبا وقالبا شاركت المدير التلفذي للأكاديمية الوطنية للتدريب راشا راغب في جلسة تقادم المهارات التحدي القادم للحكومات والتي انعقدت في إطار القمة العالمية للحكومات بدبي دارت المناقشات حول ضرورة استعداد الحكومات لتطوير وجذب موارد بشرية تتماشى مع أدوارها المستقبلية وكيفية صياغة خطط وقعية لتطوير الثروة البشرية بالإضافة للبنية والثقافة التكنولوجية والإلكترونية وفي مؤسساتها ليصبحوا جزءا من التطوير الحتمي الحدوث نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالك الذهب تمهيد لرفع الدعم التمويني عنهم وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين التي أوضحت أن منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني وإنما تعد عملية تنظيمية تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي لمنع عمليات الغش في السوق المحلية وأهجام الرقابة على هذه الصناعة بحيث يتم معرفة منشأ كل قطعة الذهب ويتم تسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنعها وحتى بايعها وتناقلها بين العملاء تواصل أجهزة الدولة جهودها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المنافذ التموينية المنتشرة بمختلف المحافظات يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم جهود متواصلة تقوم بها أجهزة الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المنافذ التموينية المنتشرة وبمختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطن خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم نحن نطرح هنا اللحوم السوداني الطازة بـ 95 جنيه اللحوم المجمدة البرازيلي بـ 80 جنيه اللحوم الهندي المجمدة أيضا بـ 55 جنيه معارض أهلا رمضان الحمد لله مبارح شرفنا دولة رئيس مجلس الوزراء في محافظة الجيزة في معارض فيصل عندنا حوالي 8000 منفذ على مستوى الجمهورية خاصة بمعارض أهلا رمضان بنستعد أيضا لصرف التموين إن شاء الله اعتبارا من بكرة 1 أربعة لكل المواطنين محافظة الجيزة تضم 6 معارض أهلا رمضان ونحو 70 سيارة متنقلة لمنفذ وطنية أما عن وزارة التموين فقد وفرت 300 سيارة متنقلة بسلع غذائية وأسعار تنافس مثلاتها تم ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة وإن شاء الله ستسمر لطول شهرة ومدان وفي اتفاق إنها ستسمر لطول السنة أسعار مخفضة لإنه الأهم من الرقابة الإتاحة 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 زي موازين التموين من أسعار إحنا الأسعار ما اختلفتش عندنا إحنا عندنا رغيب بشيلن على بطاعة التموين ما فيش مناش دعوه بيه الأسعار الغالية من ما ناش دعوه بيه آه يعني عندنا وزن رغيب معروف ورقابة عليه وبشيلن المواطن اللي هو معه البطاعة التموينية النهاردة فيه دمج ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص يعني شايفين منافذ المتنقلة بتاعت وزارة التموين وعرضة بأسعار مخفضة جداً سكر وشاي ورز وزيت زيت بيوس الـ 22 جنيه والسكر الـ 10 جنيه والعديد من الأسعار التانية المخفضة مكرنة بمسئلاتها في الأسواء كميات متاحة لأي حد كميات اللي هم عايزين بيأخذوها أجبال جماهير كويس جداً أوفر مع مبارة بكتير قوي كميات برضو اللي احنا بنوازل من وزارة التموين بتيجي بالنسبة للسلع برضو كلها موجودة ما فيش أي مشاكل 30 ألف منفذ لبيع الخبز المتوفر بكافة محافظات الجمهورية وتفتح المنافذ أبوابها للمستهلك بمواعيد تتناسب مع الشهر الفضيل فأولاً وأخيراً تسعى الدولة لتوفير كافة احتياجات المصريين أينما كانوا وبأسعار مناسبة أطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مبادرة وعي من أجل الحياء الكريمة لنشر المعرفة وتطوير الوعي والاتجاهات الاجتماعية في الريف المصرية وخلال كلمتها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم العمل من خلال برنامج وعي على التنمية والحياة الكريمة من خلال توحيد وتكامل خطاب الوعي الاجتماعي العلمي والديني والثقافي والقانونية مشيرة إلى أن القيمة مرتبطة بالأعراف والتقاليد والمناخ الثقافي وكذلك الإعلامية تطلق مرحلة أكثر نتجا لبرنامج وعي للتنمية والحياة الكريمة في إطار تويه القادة السياسية لتعزيز الوعي الإيجابي في المجتمع المصري واستعادة منظمة القيم والاستزادة منها مسألة إرساء القيم الدينية والاجتماعية والمصرية الأصيلة هي هدف من أهداف القادة السياسية ولينا جميعا في المجتمع المصري لإيجاد مرغعية قوية لبرامجنا التنموية وعادة بناء الوطن يمكن النهاردة بنشرف باستضافة الفئات المختلفة من الدين الإسلامي والمسيحي من أول مستشار الفتوى والدكتور مرد شوقي علام إلى استضافة أيضا وزارة الأوقاف مؤسسة الأزهر الشريف الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الأرثوسية الطائفة الإنجلي تأتي فعاليات هذه المبادرة مبادرة طبعا واعي والتنمية وحياة واعي هذا الوعي له مكانته والوعي له دوره في نجاح وفي استشفى نجاح ما نقوم به في الحقيقة الوعي حضرتكم لمكانته لابد من تضافر الجهود فيه في هذا الأمر أنا يعني هذه المبادرة التي يعني الآن تتكفل بها وزارة التضامن الاجتماعي أيضا إحدى المبادرات التي تكون بها ومشاركات في خدمة المجتمع هو مبادرة وعي مبادرة مهمة جدا بتقوم بها وزارة التضامن في مصر وهي في إطار الجهود الدولة المصرية بالاهتمام بالسلام المجتمعي والأمن المجتمعي مبادرة وعي بتهتم بالأسرة وكيف تكون لدينا أسرة آمنة مؤسسة على مجتمع المتانة والمرونة بتهتم بالأشخاص زاوي الإعاقة أو أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع بشكل مهم جدا ببناء جيل من الشباب قادر على فهم التحديات والمتغيرات هو الحقيقة دور المركز بالمشاركة الحقيقة مع برنامج وعية احتراعية معالي وزارة التضامن هو دور تنفيذي بحيث أن احنا كونا الرسائل الأساسية لبرنامج وعي واللي هي فعلا بتتعلق بالقضايا المجتمعية الشائكة المعاصرة وبننطلق بها في البداية لتدريب رجال الدين المسيحي والمسلم في طريق نحنا أو في سبيل نحنا نوحد الخطاب الحقيقة المجتمعي لرجل الدين افتتحت وزارتاء العدل والتخطيط مكتب توثيق الشهر العقاري بمدينة نصر وذلك ضمن 220 مأمورية أخرى من أجل التسهيل على المواطنين في تسجيل ملكياتهم العقارية واستخراج الخرائط الديناميكية والرقمية والرفع المساحي وذلك للحد من انتشار المنزعات القضائية بينهم يقدم الشهر العقاري خدمات مختلفة بعد تطويره من أهمها تسجيل الملكية العقارية لما يوفره من حماية في المعاملات العقارية وما يوفره أيضا من سهولة للتعرف على المركز القانوني لكل عقار والحد من النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة وزارة الأبرمات العديد من البروتوكولات مع كافة الجهات ومع كافة الوزرات من شاء لها تقليل الوقت وتقليل الخدمة وقلة المسندات وبالفعل معالي الوزير لما صدر القانون وصدرت اللاحة التنفيذية وجاسياته بعمل نمازج معينة محدد فيها المسندات الواجب أرفقها وحدد فيها سهر التعامل في كل الوحدات ده سمرت تعاون مع القطاع الخاص وأيضا مع وزارة التخطيط وهيئة الهندسية لقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية المركز دوت مأمورية شهر مدينة نصر تاني ومركز للحصول على الوسائق الخاصة بالشهر العقاري وأيضا مكان مخصص لإدارة المساحة العسكرية للمواطن يستطيع أن هو يتقدم ويحصل على البيان الرقمي المساحي من هذه الوحدة بحيث أنه يقدر يستكمل الإجراءات وفقا للنمازج اللي عملنا مؤتمر صحفي يوم الثلاثة اللي فاتوا مع الوزير التفضل يعني وعرض تلك النمازج الستاشر نموذج كل نموذج فيه ثابت فيه المساندات اللي هيقدمها المواطن وثابت فيه المبلغ المحدد لذلك النموذج إنه مجرد تقديم هذه المساندات مصدح الشارقة هي تاخد إجراءاتها فورية نظمت مدرية صحة بدميات قفلة طبية في عزبة البنك مركز كفرس عد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وقال وكيل وزارة الصحة بدميات السيد عبد الجواد إن القفلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بعد التسجيل على الموقع وتذليل جميع العقبات أمامهم وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا والآن موعد جولتنا الاقتصادية في نشرة السادسة أخبار الاقتصاد مع دينة فكري إلى كدير شكرا لك هيبة ومحمد وأخبار المال والأعمال محليا وعالميا عقد وزير البترول طارق الملة جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإنجولية تيتي أنتونيو ووزيرة الشباب والرياضة الإنجولية أنا باولا ناقش الجانبان التحديات الحالية التي تواجه صناعات البترول والغاز العالمية وخاصة في القارة الإفريقية وسبل توحيد الجهود والتعاون بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه التحديات ودعم الستمرات في مجالات الوقود الأحفورية بهدف تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن نتائج القمة العالمية للمناخ وفرص عرض القضايا والمبادرات الإفريقية خلال القمة العالمية القادمة كوب 27 التي ستصدفها مصر كممثل لقرأة إفريقيا وأكد الملة خلال اللقاء أن لدى مصر وأنجولا فرصا كبيرة للتعاون في مختلف مجالات الطاقة وخاصة في مجال تصدير الغاز المسال واستعرض الوزير أنشطة شركات قطع البترول المصرية والمشروعات التي تنافزها أو تسهم في تنفيذها في قرأة إفريقيا والدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط بحثت وزيرة التعاون الدولية رانيا المشاط مع مديرات بعثات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر لزلي ريد التعاون المشترك مع الوكالة في ظل العلاقات المصرية الأمريكية الاستراتيجية لدعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة شهد اللقاء بحث العديد من محاور التعاون المشترك على مستوى مشروعات التعاون الإنمائي الجارية والمفاوضات حول المشروعات المستقبلية وبحث سبل التنصيق والتعاون في إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية كوف 27 أصدرت وزارة التخطيط تقريرا عن دور الحكومة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة قالت الوزارة أن مصر استطاعت تحقيق التنمية المستدامة رغم جائحة كورونا واستطاعت تحقيق تقدم كبير وتخفيف الأزماء على الاقتصاد القومي في حين كانت تعاني جميع الاقتصاديات الدولية من الجائحة مضيفة أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة وهي رؤية مصر 2030 أنهت البرصة المصرية وتعاملات جلسة اليوم نهاية جلسة الأسبوع بالتراجع معظم المؤشرات بدغوط مبيعات أجنبية وخسر رأس المال الأسوقي 201 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726.4 مليار جنيه على صعيد المؤشرات انخفض مؤشر إيجاك 30 بنسبة 1 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 11.280 نقاط كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط إيجاك 7T بنسبة 38 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 1910 نقاط وهبط مؤشر إيجاك 100 بنسبة 22 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 2893 نقطة ارتفعت الأسهم الأوروبية مدفوعة بمكاسب الأسهم شركات صناعة أسيرات والقطاعات الدفاعية في حين هاوت أسهم شركات النفط إذ تسببت خطط أمريكية للسحب من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية في نزول أسعار الخامة وارتفع المؤشر الأوروبي بنسبة 2 من 10 بالمئة رغم الخفاض أسهم شركات النفط 1.5 بالمئة وارتفع المؤشر في لندن بنسبة 1 من 10 بالمئة ختم أخبار المال والأعبال وعودة إلى هبا ومحمد إليكم شكرا لك دينا بأخبار الاقتصاد نكون قد وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة السادسة بقي أن نذكركم بأبرز عنوية الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 18 سفيرا جديدا ويؤكد الحرص على تعزيز أطر العلاقات السنائية والتنسيق إذا مختلف القضايا الإقلامية والدولية رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين باقتصادية قناة السويس الرئيس الروسي يعلن توقيعه مرسوما بشأن تجارة الغاز مع الدول غير الصديقة نهاية نشرة السادسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري نشكلكم على طيب المتابعة ودمتم ساليين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر